اهلا بكم مشاهدين الكرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه المقابلة الخاصة ضمن برنامج العاشرة مع دولة رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي للنقاش حول الوضع الحالي في البلاد ورؤيته للحكومة بعد مرور عام وشهر على تشكيلها مرحبا بك دولة الرئيس اهلا وسهلا يعني بودي اناسهل عن عمل الحكومة سنة وشهر انا كمتابع اقدر اشوفها من خلالك يعني هذا بس مو نظرة سياسية اشوفها نظرة شخصية اشوف شعرك ابيض خلال سنة وشهر اسمعرف تقييمك لعمل الحكومة بعين الناقد وليس بعين المتسيد وليس بعين رئيس الوزراء صاحب السلطة والرأي في البداية قبل اجابة خلناعرف الظروف التي اتت بهذه الحكومة سبو طعال سنة من الفوضى سبو طعال سنة من الفساد المتجذر في الوضع العراقي سبو طعال سنة من الفوضى الادارية حرض الداعش القاعدة والحرب الاهلية والسلاح المنفلد وحراك تشرين هذه الظروف التي انتجتها الحكومة نعم الحكومة ليس عمرها سبو طعال سنة عمرها سنة مع كل هذا قبلنا كل التحديات لكي نحافظ على دماء العراقيين العراق كان مقبل او على حافة حرب اهلية او حرب بين قوتين مهمة في المنطقة لهذا السبب اتينا فيها الحكومة لكي نحق اندماء العراقيين وصناعة فرصة للامل مع كل هذا قبلنا التحدي وان نكون خدام لهذا الشعب العراقي العظيم سنة من التحديات سنة من المحاولات لعرقلة اي خطوات للاصلاح سنة للتشكيك باي قدرات بهذه الحكومة سنة من التحديات لعاقة الاصلاح الاقتصادي والاداري في البلد نعم كان سنة صعبة ولكن العراقيين يستحقون التضحية وعليه نحن راضين على الاداء الحكومة بالكامل بكل تأكيد طموحنا اكبر من الموجود طموحنا اكثر من ما قمنا به من اجراءات في محاولات اصلاح الوضع الامني الاقتصادي والتحديات اخرى طيب في ايجابتك اكو قضايا مهمة دولة الرئيس يعني اكيد هسا المواظم راح يسمع ايجابتك حول مسألة تحديات واضحة مسألة الحرب على الحكومة ايضا اريد اسألك عنها ولكن بعد ان اسألك عن قراءة وعن رؤيتك لما قلته وحضرتك قبل قليل حول انه لو لم تشكل الحكومة لاصبح العراق موقع لحرب بين دولتين هاي الناس اللي تعرفها يعني الناس من تسمع لو لم تشكل الحكومة كان صارت حرب كبرى حرب كده وضحنا الصورة اذا سمحتنا اذا كانت معلومات ممكن اعلانها اولا كانت واضحة هناك توتر وتوتر كبير كان ممكن ان يحصل على ارض العراق بين الادارة الامريكية السابقة والاخوان في الجمهة الاسلامية هناك توتر وهناك استفزاز لبعض الدول الاقليمية بالمنطقة هذا كانت تحول العراق لها ساحة خلفية لهذه الصراعات هاي اولا ثانيا كانت هناك حراق تشرين والناس تطالب بحقوق الشهداء من حركة تشرينية التي قدمت اكثر من ستمائة شهيد واكثر من ثلاثة الاف جريح حصابات خطيرة ورقم كبير جدا من الجرحى هذه التساؤلات عند الناس تخذين يحسون بعدم احساس بالامان يطلب كل طرف ان يبحث عن حقوقه قد يؤدي هذا البحث عن الحقوق الى نوع من الصدام نعم وهذا كان واضح شفنا في اللي صار من صواريخ عبثية على هاتف دبلوماسية كان هدف التصعيد وشفنا كذلك محاولات من البعض التصعيد مع المتظاهرين ومحاولة تخويف المتظاهرين بعناوين معينة هذه كلها شيء ممكن تؤدي الى فوضة لهذا السبب اختاريت خيار كان عندي مجموعة خيارات الخيار اول ان احقق مطالب المتظاهرين المرجعين رشيدة والقوى السياسية العراقية والتركيز فقط على الانتخابات واهمال كل عناصر الاخرى هيكون رئيس وزراء مستسلم للقدر ومستسلم الظروف الحياة اليومية هي تحرك الحكومة وكان هناك احتمال اخر دخول بصراعات او صدامات مع جماعات قد تؤدي الى حرب اهلية داخلية انا اخترت الطريق الثالث هو طريق الاحتواء واطفاء النيران النيران في كل الجهات في كل الاماكن واحتواء الجميع للوصول الانتخابات توفر بيئة امنة اعادة هيبة الدولة وكذلك اصلاح او منع الاقتصال العراقي من الانهيار وضع الاقتصال كذا على حافة الانهيار نجحنا بالحماية والحفاظ عليه فالخيار هو خيار حق اندماء العراقيين العراقيين قدموا الكثير من الدماء وهناك من ينتقد الحكومة ان الحكومة غير حاسمة لا الحكومة حاسمة واخدنا قرارات شديدة جدا ولكن لن نعلن عن كثير منها حتى لا نعطي فرصة لاستغلال من قبل بعض للترويج وبعض السياسين كان واضح قال كل حكومات السابقة كانت تغلس عن افعالنا ومتعاون معنا ليش انت متغلس وليش متعبر المرحلة لا لن نغلس نبحث عن العدالة ونبحث عن مفهوم الدولة نريد ان نبني دولة العراق يحتاج الى اعادة بناء الدولة دولة الرئيس خراب 30 او 35 سنة سابق بعدين 17 سنة حكومتك كان يرادلها سنة او سنة وشوي لحد اجراء الانتخابات وانت تشتغل شغل يعني يحتاج الى حكومة ام الاربع او ثمان سنوات لان انت من تصطدم مع الجهات يقول لك راح يحرق مستقبل السياسين من تروح على جهة معينة من حضرتك وقلت مصطلح الغلس كنا سمعنا وكنا شفنا وكنا يعني تابعنا بمعنى انت ذا تريد تطلع من هاي السنة سنة ونص سالم وماشي حالك بالوضع السياسي لا تحتك بحر انت ما سويته انت تريد تحرق مستقبلك السياسي يعني انت وين تريد التواصل القضية للشخصية القضية قصة بلد وتاريخ بلد وكرامة شعب هالحكومة نقلت في اليوم الاول هاي ليس حكومة اقوال انا اعمل مؤمن بالتاريخ ومؤمن برضاء ضميري وبرضاء الشعب انا اعلنت من اللحظة الاولى وانتقني البعض على هذه الكلمة قلت انا ليس رئيس وزراء منتخب وانما انا خادم لهذا الشعب محتاج خدمة البعض ينتقد كثير من قرارات اصلاحية مثل ما حصلت حضرتك انت قاعد تحرق مستقبلك السياسي لا اريد ان اجامل الناس ولا اجامل النخبة السياسية او الفعات الشعبية انا اريد اصلاح بلدي انا امثل العراق مر بضروس صعبة اتعرض الى اصابة واحتاج الى طبيب شاطر ماذا نطلع العراق من غرفة العناية مركزية الى الحياة الطبيعية وهذا يطلب اجراءات قاسية وصعبة وهذا ما حصل طيب التقرير الحكومي اللي صدر قبل ايام طبعا ما صار تركيز اعلامي عليه يمكن هذا ما اعرف جزء من اللي قلته قبل قليل قصة الحرب على هذه الحكومة لكن سبعين بالمئة من شنو يعني شنو معطياتك هذه سبعين بالمئة من مئة بالمئة وين مقاييس مئة بالمئة هذه ارقام حقيقية لو مجرد شيء على الورق كاتبي اولا هذا التقرير اطلبت باعدادة من قبل الخبراء طلبنا من امان على مجلس وزراء تقديم المعلومات ما تم انجازة من وزارات واعطينا الى مجموعة من المحللين والمراقبين الوطنيين المستقلين وكذلك خبراء دولين يقبل معلومات يدققوا مع الوزارات ويقع المتقيم اداة حكومة هذا التقرير لم يكتب بادات الحكومة كتبه مراقبين محايدين لا توجد لهم اي علاقة مع الحكومة ولهذا السبب هذا التقرير اكثر تقرير منذ عرضة لحد هاللهظة كانت تساؤلات هل هذا الصحيح لم صحيح صحيح اقولها بكل صراحة هذا التقرير نجحنا وجود انجاز في بعض مفاصل برنامج الحكومي وبعضها ما زلنا متأخرين بها ولكن هذا من كتبه خبراء اقول لك تسوينا خلاص الناس تساءلت تسوينا انا واحد من مشاكل عندي اقولها بكل صراحة البعض اعرف خلفية الصحفية ولكن انا لن اعمل على تسويق انتاج الحكومة يهمني النتيجة انا لا يوجد عندي جيش الالكترونية كما يعتقد بما ان انت صحفي على الاقل يشوفوا تجربة السياسيين اللي كانوا كل واحد اسس لجيش انا لا امن بالجيش الالكترونية او من بالقيم وامن بالصدق وامن بمبدأ العدالة انا لا يوجد عندي جيش الالكترونية امولها عن طريق الفساد ولا مؤمن بإيجاد وسائل ضغط على الآخرين او على الشعب او نقل اكاذيب ولهذا الحملات ضد رئيس الوزراء وضد فريق عمل وضد حكومة دائما تشكيك 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 بأي خطوة تقوم بحكومة تشكيك مو مشكلة خلي شك يكون اهم شي لا نصنع اليسعد الناس خل نصنع الامل بدون حلم بدون امل لا نصنع بنا دولة وعليه انا مؤمن بثقافة الحياة ومن بدنا العراقيين يجب ان يكون تم ايمان حقيق بالحياة لا تكون كل ثقافتنا سلبية هناك من يحاول يغذي من يثقف ان كل شيء سلبي في العراق لا ليس صحيح نعم نحن غير مقتنعين بما انتجتها الديمقراطية العراقي ما بعد 23 من نتاج على الأرض ولكن نستطيع ان نصحح كثير من الأخطاء ما زال لنا فرصة وما زالنا نبحث عن الضوء في نهاية النفق وكيفية نبحث عن هذه الفرصة حال حكومة سوت البعض يقول ماذا عملت أولا الحكومة جدت لاتهداف رئيسية عن الانتخابات وحققت كل ظروف الانتخابات عادت هيبة الدولة لأن هيبة الدولة كانت مكسورة قبل مجيها الحكومة ووصلت لحد الانهيار عملنا بكل قوة لعادة تقليل جيش عراق البطل قوات ننفذات داخلية ولكن يحتاج إلى الوقت ويحتاج إلى المال واحنا عندنا مشكلة بالوقت اليوم يبعوا على ساتي عسى اليوم يكون أكثر من 24 ساعة حتى ننجز وكذلك لو مال تعرفون مرنا بظروف صعبة مع كل هذا عدنا الثقة لجيشنا لوزاة الداخلية واجهزة الأمنية الأخرى مع كل هذا أقول لك شغلة وحدة ماذا عملت هذه الحكومة؟ أنطيك تقرير بسيط ماذا عملت حكومة؟ نسبة إنجاز 1.700 نعم 1.700 حسب ما قيموا الخبراء والمراقبين ملف الانتخابات ملف الانتخابات اللي هو مطلب شعبي مطلب المرجع الرشيدة والقوية الشعبية والأحزاب نحن الآن عندنا قانون للانتخابات عندنا محكمة اتحادية ووفرنا كل الدعم لمفوضية الانتخابات وكل اجتماع لمجلس الوزراء هناك توجيه للوزراء عملوا على دعم المفوضية وكل أسبوعين أخواننا بالمفوضية يأتون لزيارة وحضور اجتماعات مجلس الوزراء لكي يقدم مطالباتهم دائماً نصوت على تحقيق كل مطالبهم الطاقة نعم وضع الكهرباء في عراق غير مرضي ومشكلة الكهرباء مشكلة معقدة جداً وطم صرف مليارات أو بالأحراب هدر مليارات على موضوع الكهرباء وبصورة عبثية جاءت هذه الحكومة واكتشفنا كثير مشاريع الكهرباء متوقفة لأسباب العلاقة بالتخطيط أو بالفساد يجينا المشاريع المتلكة أنا أقول المشاريع الميتة عندنا أحياها ولهذا السبب الأسبوع الماضي افتتحنا واحدة منها كبر محطات الكهرباء في سمارة اللي تعطينا ستمية وخمسين ميجا واط في المرحلة الأولى افتتحناها وخلال أشهر نندهي من المرحلة الثانية وتصل إنتاج المحطة إلى ماء قارب ألف ومتين ميجا واط ستقدم الخدمات ليبناء محافظة صلاح الدين ولا للشبكة الوطنية ذهبنا للسماوة إلى المثنة واكتشفنا أكو شبكة أو محطة كهرباء متوقفة ووفرنا الأموال ووفرنا التحديات وحليناها ذهبنا للناصرية وكذلك محطات كهرباء أخرى نحاول افتتاحها في القريب العاجل موضوع الكهرباء يحتاج أعدة هيكلية وعادة ترتيب من جدا وجديد المشاريع الأخرى ربط الكهربائي مع دول الخليج بلشنا به وانجزنا 85% من عندنا من الطرف العراقي وإن شاء الله في عام 2022 يتم إكمال الربط الكهربائي مع دول الخليج وكذلك ربط الكهربائي مع الأردن الصحة يجينا للصحة اكتشفنا مستشفياتنا من هارا في وضع صعود كبير لوباء كورونا وعندما موجود أسرة وعندما موجود أدوية وكان عندنا فقط سبعة جهزة للفحص بي سي آر في كل العراق اليوم وصلنا ما يقارب إلى مئتين وخمسين جهاز في عموم العراق إضافة أطنعش ألف سرير لجاحة كورونا بعدما كانت المستشفيات ما عادها مكان الأكسجين تتذكر في أيام ما نحن بداية تأسيسها الحكومة كان هناك ارتفاع كبير في إصابات الوباء وكانت عندنا مشكلة أكسجين ألوان وفرنا نسبة الأكسجين في العراق بعدما كانت المخزوم مالتنا مئتين واثين وتسعين ألف لتر اليوم الآن عندنا المخزوماتنا قريب المليونين ونصف لتر هذه كلها المواطن ما يشوفها المواطن شوف شارع مبلاط شوف الكهرباء يحسها بس لدينا قضايا أخرى ما يشوفها كذلك تهيير مستشفيات كلية نسمع مستشفة الناصرية ومستشفة كربلا والنجف الذي كان مطلوب أن تفتح في عام ٢٠١٢ نحن العام في عام ٢٢١١ يجينا خلال أشهر ما مشكلتها كانت؟ مشكلتها الفساد وسوء التخطيط مع كل هذا يجينا اكتشفنا هذه المستشفات متوقفة وفيها نسبة اندثار كبيرة مستشفة الناصرية فتحت هنا قبل حدود أسبوعين مستشفة كربلا فتحنا قبل فترة وكذلك النجف والآن لدينا مشروع لبناء ٣٣ مستشفى في عموم عراق وكذلك العمل على توفير الكفاءات في موضوع إدارة المستشفيات من غير معقول أطفالنا ينولدون وما عندنا أجهزة خدج وقعنا وصوتنا في مزراء على توفير مجموعة من أجهزة خدج الأطفال وكذلك إضافة ١٣٠ ألف جهاز تنفس اصطناعي بعد مكان عندنا العدد بالمئات أو أقل من المئات هذه كلها ماجهة حكومة خلال سنة بظروف صعبة التوتر أمني محاولات الإيمان باللا دولة توتر أقديمي دولي انهيار بأسعار النفط وعدم وجود موازن عام ٢٠٢٠ مع كل هذا نجحنا بتوفير الأمن في محاربة داعش نجحنا بتنفيذ أكثر من ٣٠ ألف مذكرات احتقال ضد جماعات الجريمة منظمة السلاح المنفلت وجماعات المخدرات دولة الرئيس بس يعني بودي أن أسألك عن نقاشك وحوارك مع القوى السياسية عندما تقدم لهم أو تطرح لهم ما قدمته الحكومة في هذه المرحلة أو ما حققته الحكومة في هذه المرحلة القصيرة يعني وهم يعلمون جيدا أن تشكيل الحكومة هذه جاءت في ضرف صعب شبه حضر تجوال كان القوات الأمنية عندها مشكلة ويا الناس ويا المواطنين الرواتب ماكوا بقتل الناس شهرين ثلاثة وشهر ما تستلم رواتبها يعني وضع اقتصادي سيء طيب وهم نفسهم من انتخبوا هذه الحكومة أو من اختاروا هذه الحكومة مثل ما تقول لهم أنتوا خياراتكم ليش تحاولون تقللون من هيبة هذه الخيارات ومن هيبة هذه الإنجازات ما فاهمين يعني لحد هذه اللحظة ناس تنتخب وتدعم جهة معينة وبعدين تتخلى عنها أو تحاول الشيطانة هناك البعض من حاول أن يهرب من مسؤوليته عن ما حدث في انتفاض بحثوا عن حل ليجاد حكومة يحمله كل مسؤولية ولهذا السبع كانت متردد في البداية في قول مسؤولية إذا ما يكون هناك إجماع وطني على دعم الحكومة صار التزام بتقديم الدعم للحكومة ولكن منذ اللحظة الأولى عندما شاء الحكومة تعمل التزام بإجماع بإجماع بدعم الحكومة إجماع حز وصوته بالإجماع أكثر من مئتين وخمسة وعشرين صوت من مجموع مئتين وثلاثين ومئتين واربعين قبل التصويت في جلساتكم الخاصة كان هناك إجماع كان هناك إجماع وقرار بدعم الحكومة ودعم رئيس وزراء لكي يعبر بعراق إلى بر الأمان ووصول الانتخابات ولكن البعض من شاف هذه الحكومة ورئيس وزراء جاي لا يحمي مصالح أحده يحمي مصالح فقط العراقيين في ملفات الفساد وفي ملفات الجريمة حس مصالحها بدأت تضرر أقول البعض ليس الكل فهناك هناك موقف هناك موقف خوف من هذه الحكومة قد تنجح في بعض المسارات وقد نتهم لماذا نجحت هذه الحكومة وفشنا هنا فحاول يحط بعض العراقيين ويشوه الصورة ويعطي انطباعات خاطئة ولهذا هذه الحكومة على قول أحد الأسر الوزراء السابقين يعتبرها الحكومة أكثر حكومة ظلمت في تاريخ العراق مع كل هذا نحن نتكلم عن الظلم نتفائل في المستقبل ونقول علينا أن نعمل لصالح المستقبل أقول للقوى السياسية والقوى الشعبية علينا أن نعمل سوية لبناء العراق والاستفادة من أخطاء الماضي ونحن نتعلم من أخطاءنا لبناء العراق شعبنا يستحق لبناء العراق يضيق بالعراقيين وليق بكرامة العراقيين هل هذا الظلم المتأتي على الحكومة بسبب فتحها ملفات داخلية صعبة أم بسبب موقفها المحايد بشكل عام من الأحداث الدولية لأنه يبدو كانت لك حكومات سابقة مصنفة على هذه الدولة أو تلك نحن نفكر بمصرحة العراق أولا العراق أولا وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا نفكر بمصرحة العراق ما نفكر بمصرحة الآخرين نحن دولنا نستعيد دور العراق ولهذا السبب قبل تشكيل الحكومة أين كان العراق؟ بعض يسميه دولة مارقة أين العراق؟ أين العراق اليوم؟ استعاد حضوره الدولي استعاد دوره وحضوره الإقليمي ودوره العربي والإسلامي فهنا عمل على أن تكون العراق نقطة اتقاء وليس اختلال في التوازن المنطقة في صراعات بها تحديات المطلوب العراق أن يقوم بدور الذي يعمل على استقرار منطقة وليس إلى ترويع أو أخذ العراق إلى كوارث مثل ما كان يأخذها سياسة صدام الرعناء إلى حروب عبثية مع الجارة إيران أو حرب عبثية أو غزو للجارة الكويت أو تهديد إلى جيرانه سنتحدث قليلا عن الوضع الخارجي بس قليلا على الوقت المتاح أنه كملت داخلي يعني مسألة الوضع الاقتصادي والإصلاحات الاقتصادية والورق البيضاء هناك بعض القرارات القاسية التي قد تنعكس أو انعكست على المواطن البسيط وقد تحل أزمة اقتصادية لكنها قد تؤذي طبقة فقيرة يعني لا أحد يعترض على حل الأزمة الاقتصادية لكن الاعتراض على سحق الطبقات الفقيرة وعدم دعمها كريم خلكني أقصريح قلت تسألت السؤال بنتقل قلت لك ما خايف على وضعك السياسي المستقبلي لا ما خايف أنا خايف على سمعة عراق بالتاريخ وأخاف من الله سبحانه وتعالى ومن ضميعي الوضع الاقتصادي في كل بلدان هو مثل علاج مريض السلطان يمتعالجه بأضرار بالجسم السر الوضع الاقتصادي في العراق العراق لن يتعرض إلى عملية اصلاح اقتصادي منذ أكثر من خمسين سنة لم يتعرض أو بالأحرى أقولها بكل صراحة البعض سيزعل قد يكون عراق من عام ثمان ومثمسين حدا اللحظة لن يتعرض إلى عملية اصلاح اقتصادية حقيقية نحن جئنا قدمنا ورقة اصلاح تحت عنوان ورقة البيضاء لأول مرة فعلى مكان العراقي يحتمد على النفط ستة وتسعين بالمئة وخمسة وتسعين الورقة قدمت اصلاح بهذه السنة سبعين بالمئة احتمال على النفط واصلاح في القطاعات الإدارية والقانونية خالص الطلب الطلب معالجة سعر الصرف سعر الصرف كل الحكومات خالتها بالها من عام الفين واثنائش موجود جيد ولكن يخافون يأخذون ليش ومننفوز بالانتخابات عمي لنساعد الناس تبني اقتصاد قوي نحتاج قرارات صعبة ولكن مقابل هالأضرار اللي تقع على شريحة الفقراء يجب نعالجها في هالحكومة سونا رفعنا سعر الصرف حطينا بالموازنة مليارين ونصف دولار لشريحة الفقراء في ضمن الضمان الاجتماعي ومن ضمن دعم السلع الغدائية ولكن شنصار هناك من حاول ان يغير الارقان في البلمان عن طريق الموازنة حتى ذبها برئاس الحكومة نحن نعم اخذنا قرار بالاصطاع يعني سحبوا جزء من الموازنة اللي خليتوها لدعم نعم كثير من القرارات الموازنة تم تغييرها في البلمان وليس من حق البلمان أن يناقش في القضايا الفنية من حقه يناقش في القضايا التشريعية وتم التلاعب بالموازنة وعندنا تحديات حتى لا تنجح حكومة البعض شاش يقول نشيل فقط حتى الرئيس وزراء ليستخدمها بالانتخابات لي رشح بالانتخابات عمي ما ما رشح خل نخدم ناسنا فرصة أخدم ناسنا ماكو ولهذا هناك خلال كبير موازنة قدمنا طعم بالمحكمة الاتحادية وتمنى محكمة الاتحادية تقوم بدورها الوطني التاريخي بتصحيح الأقطاع الصارت في الموازنة وليس من قبل الحكومة وإنما من قبل البلمان مع كل هذا شرحت الفقراء عندنا خطة لمعاجد الضرر الذي حصل ولهذا قد لك أكثر من 2 مليار دولار ضفنا بالموازنة لمعاجد تداعيات سعر الصرف على المقاولين على المتضررين وشهد الفقراء يعني من باب ينتقد الحكومة لأنه رفعت سعر الصرف ومن باب ما يخلي يوقف معالجات الحكومة لدعم الفقراء كريم كريم الورقة البيضاء حصلت على احترام دولي الورقة البيضاء حصلت على احترام من المؤسسات المالية العالمية هذه الخطة سوف تعمل على انقاذ العراق على مدى خمس سنين هذه الخطة ليس خطة يعني قصيرة ولا بعيدة متوسطة الضرر بسيط بالبداية ولكن نتائج هذا الضرر ستكون فيها مرتدات في الوقت القريب إن شاء الله في عام 2022 وكذلك عالجنا قضية المتضررين من الآن نعم التودت حتشي قلت تاني يقولولي يعني يوقفون شغلي بس أو يوقفون منجزات الحكومة اللي تريد تسويها عبالهم أنا رشح بالانتخابات فقلت ما راح رشح أنت قلت يا سمام أنا أرد أسئلك أنت من البداية مقرر لو ورما صار موعد الانتخابات شنو فكرة يعني الصدق غير تديش المرة قلت بس آني ما الأصير رئيس وزراء مثلا وأشوف الوضع وبعدين أقرر ما رشح كل رؤساء الوزارة كان يرغبون بالترشح وشكلوا أحزاب وشكلوا قوى وشكلوا كتب أنت عد ليش ما تسأل هذا؟ أنا الفرق واحد أنا مؤمن بالمشروع الوطني عراقي مؤمن بإصلاح أو تصحيح الأخطاء اللي صادت بالماضي الموضوع ليش شخصي أنا لا أبحث عن دور شخصي أنا أبحث عن دور أخدم بلدي وقرار عدم الترشح أنا أخذته منذ اللحظة الأولى وذكرون بعض الأخوان بالكتر السياسية العزاء وحقيقة الجنة أحترف القوى السياسية بها عناصر جيدة ووطنية تحت استحق الاحترام قلت أنوا الانتخابات القادمة يجب المجيء برئيس وزراء منتخب ومن الكتر السياسية حتى تتحملون مسؤولية إدارة البلد من غير معقول في كل انتخابات تفشلون بالوصول الاتفاق عن رئيس وزراء تبحثون عن شخص من بر مستقل تعال حملك المسؤولية البعض يشدي أمام كل كتر قلتها وهذه الكلمات قلتها بكل وضوح سوف أعرضكم بالدور القادمة أتيتم من رئيس وزراء لا تحمل مسؤولية أو الأحزاب لا تحمل مسؤولية رئيس وزراء دولة الرئيس يعني هذا الكلام اللي تقوله يعني قد يكون العلاقة بالوضع السياسي بالصراع السياسي بس على المستوى الشعبي مضطر أنه أختلف معاك أكو حراك صار بالشارع الناس ما عاد تقتنع بوزير حزبي مو تقتنع برئيس وزراء حزبي الناس تريد شخص منها شخص محايد مو شخص يشتغل لحزبة أكو مشكلة هنا أكو مشكلة بين عقلية الشارع العراقي وعقلية السياسي العراقي اليوم المواطن العراقي لدي شخص محايد ما مرتبط هذا الشخص بحزب هو ضاج من الوزير الحزبي تريد تجيب لرئيس وزراء حزبية قبول بس سؤال واحد يأتون برئيس وزراء ما عنده كتلة ببللمان توقف فيها ما عنده كتلة ببللمان الدافع عليها وما عنده كتلة ببللمان تقف ضد الدنيا عقون عمل رئيس وزراء ماذا عمل رئيس وزراء؟ مع كل هذا القوة السياسية مية جاية؟ هم جاية من الناس من الشارع من الشعب؟ نعم تصير قطيعة بين الكتلة السياسية والمجتمع ما يجب أن تصير تكامل وإصداء هذه العلاقة أنا لهذا السبب دائما شغل تطف في نيران نيران كل شوية والبعض يقول اضرب من إيدك من الحديد اضرب من الحديد مع من؟ هل محتاجين ندخل حرب أهلية؟ هل محتاجين نخسر دماء كثيرة؟ لا، أنا ليس مشروع دم، أنا مشروع بناء لهذا السبب نحتاج نصلح العلاقة بين المجتمع والكتلة السياسية وكذلك الحركات الشعبية من متظاهرين تشرينين وآخرين يجب أن نتكامل لبناء العراق بدون أن نتكامل نتعاون ما راح نقدر من العراق صحيح بس المواطن العراق الآن من تسأله بالشارع يقول لك المحب إليك أو المحايد يقول لك يا عنده بس الأهم مكافحة الفساد الأهم محاربة الفساد الأهم اللي ضرب مواطن كبرى بالفساد ها استداموا اسم وزيره كل الشبير بس على الأقل اللي أكثر سرقة للمال العام معناتها الناس ما عادت تسمح بحزب أو كتلة أو جهة أو إنسان يسرق المواطن ويباو عليه لأنه ما ظل حتى بالبلد ما ظلت فلوسي بوقوها قاموا يسرقون من لحمنا يعني ولهذا الشعب وياك والناس وياك لأنه تحركت بشكل واضح لضرب الفساد فالناس تريد استمرار هذه العملية تريد الناس واحد يحارب لها الفساد مو أحد يقلس على الفساد موضوع الفساد تحدي كبير بعراق سقوط الموصل سبب الفساد والمحسوبية سوء الإدارة في البلد سبب الفساد والمحسوبية كثير من قضايا بعراق من مشاكل نسبة الفساد حتى في موضوع الكهرباء وفي قطاعة أخرى فإحنا جاهدين في محاربة الفساد ولهذا السبب أول حكومة كانت جاءت محاربة الفساد هذه الحكومة ولهذا أعدادنا كثيرين ودائما ينتقدون اللجنة المسؤولة على الفساد باتهامات باطلة ما أنزل الله بها من السلطان يجوي قالوا لي يا ابن ذول ما احتق ليهم قاعد عذبوهم يا ابن طوني دليل قبول ها والله فلان قال فلان قال فلان انكسه تجلى بالتعذيب فلان صار بيشلل تعالوا كعدوا هذا التقرير الطبي يقول ما كوي تعديل جوي قالوا ها أنت تمنع زيارات أهلهم خال الجدول شوفوا أهاليهم اللي تقوم بيهم كل أسبوع مع كل هذا اتهامات تعرضها اللجنة إلى ظلم كبير وتشويه بس هذا السؤال لماذا الدفاع عن الفاسدين الكبار ولا يوجد دفاع عن الفاسدين الصغر اللي بوقاتهم صغيرة ليش لأنه مصالح مرتبطة عند البعض يجوا لي قصة أخرى ها اللجنة قاعدة تحتقل بطريقة ما يبيها عدالة يعني شون العدالة انتقائية يعني انتقائية وين العدالة قالوا ما اعتقلين من فلان مكون أكثر من فلان مكون ها شون تدون طائفية بسرقهم توازن بسرقة وجيتك المخوان شونو صار هالي مكون ما اعتقل أكثر هالي قائمة تضلوا معنوماتكم مصحيحة سكتوا الفساد هناك مصالح متشابكة ماشي هذه الجماعات سوف نستمر ولن نتوقف وما يهمنا أي قرار أي ضغوط حتى ولو حاول البعض يهدد بإسقاط الحكومة لن توقف الحكومة إجراءاتها في ملفات فساد أنا نستعد أضحي بكل شيء ولكن لا أستطيع أن أكون شهز زور على التاريخ وأحمي حيتان الفساد أكو سؤالين صعباتي بهذه القصة الأولى أنك كلما دخلت وتعمقت في محاربة الفساد ستصل إلى مواطن خطرة عليك كشخص وعلى الحكومة وعلى الناس المشتغلين في هذه القصة في قصة سرقة المال هذه وين واصلوا متشابكوا ومتغلغل والثانية دخولكم في قصة يعني مكافحة الجرائم الهامة في حتى استهداف السفارات واستهداف واغتيال النشطاء ويعني دخلت بقصص محرقة يعني هذا من اللحظة الأولى لن نتردد بكل إجراءاتنا في موضوع مكافحة فساد وسوف نستمر رغم كل الضغوط وإذا شعرك صار أبيض نعم صار أبيض صار أبيض صار أبيض مو مشكلة مو مشكلة نعم الناس تستحق نعم نستحق نحارب الفساد ولكن هذا مشروع طويل ما يخلص بيومين نعم ونحتاج تشريعات جديدة لمحاربة الفساد السلاح من فلت والجماعات الغير من ضبطة سوف نستمر بمحاربة كل من يحاول أن يدك أو يهدد إعادة بناء الدولة وسوف أستمر بالعمل بكل قوة لن أتردد نحن ناظرنا ضد صدام حسين قدمنا الآلاف من الشهداء حتى من أصل النتيجة ذهبنا إلى مدننا في جنوب عراق أو المدن المحرومة والله العظيم لا يقبلها أي إنسان أي ضمير يشوفوا المدن مالتة بهذا المستوى كنا في الناصرية قبل أسبوعين أن افتتح المستشفى وباوع الشوارع مصدوم معقولة فمن حق الناس تتساءل ليش ورحت الفلوس كلها راحت بالهدر كنا في صلاح الدين قبل اليوم من ثلاثة ما أكن مدينة لس اسم وصرفة مليارات في الناصرية في العمارة في السماوة فيجبنا نحارب الفساد حتى نعيد إحياء هذه المدن وإعادة الاعتبار لشريحة الفقراء الذي قدموا تضحيات في زب النظام البائد وقدموا التضحيات في الحرب ضد داعش ما بعد الثلاثة دولة الرئيس اسمح لنا بفاصل شاهدين فاصل ونعود إليكم أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى وهذه المقابلة الخاصة ضمن برنامج العاشرة مع دولة رئيس الوزراء سيد مصطفى الكاظمي دولة الرئيس مرحمة بكم مرة أخرى حتى نعبر الموضوع الخدمي صارت زيارة إليك المشروع باسماية وأيضاً محاولاتكم أو شنو خطواتكم لإعادة مرة أخرى إعادة تنشيطها وبناءها مرة ثانية أكمال بناءها يعني وهذا المشروع الآخر الكبير والمشروع الرفيل هل هذا مخصص لجهد أخرى مشروع باسماية مشروع متوقف بمشاكل حقيقية منذ تأسيسه وكان هناك تقصير من قبل الدولة بإدارة هذا الملف وكان هناك عدم وجود إقبال حقيقي من قبل المواطنين على التوجه للشراء في مشروع باسماية شنو السبب اكتشفنا أكو مشاكل أو تحديات تمنع المواطن أولا الأقصاد المبالغ بيها موظف بسيط مطلوب من عنده يدفع 25% كمقدمة القروض شفناها عالية جينا عالجنا الموضوع حولنا الدفع من 25% إلى 10% وكذلك الفوائد نزلناها من 4% إلى 2% وشفنا المعادل غيرت بذل ما كانت الناس أو الحكومة تعاني من عملية تسويق شقق باسماية اكتشفنا الناس بعد قرار خالي الحكومة بتوفير ظروف أفسط وأهدأ الناس بالتلتج والحمد لله تم بيع لحد هذه اللحظة 35 ألف شقق سوف يتم تسليم مجموعة من هذه الشقق إلى مواطنين وموظفي في الدولة العراقية ومنتسبي الأجهزة الأمنية الحج الشعبي سوف يستلم مجموعة جهاز مكافر هاف سوف يستلم مجموعة موظفي بعض الوزرات سوف يستلمون مجموعة من المفاتيح خلال الأيام القادمة فالموظوع بدأنا نحله بعد ما كان هذا المشروع ميت ولكن الصراع السابق كان من استمرت هذا المشروع هذا المشروع الهدف من عنده الوصول إلى مئة ألف واحدة سكنية في بسمانيا هذه مدينة جديدة قد نصل على السكان بسمانيا إلى حدوث ستمائة ألف مواطن أي مدينة كبيرة صحيح أما مشروع في بغداد هو العمل على تطوير منطقة سكنية في بغداد للمواطن العراقين هي مشروع استثماري فالحكومة مونحقة تقدم هذا المشروع لفلان جهة وفلان مسؤول مشاركات استثمارية كبيرة عملاقة من ضمن مشاركة أعمار التي ساهمت بتطوير دولة الإمارات ومشاركة ثلاثة العالم واحدة من هذه الشركات تقدم مشاريها المواطن يستطيع الحصول على قرض بسيط وبنقدم بسيط يحصل على المشروع بيت أو شقة في هذا المشروع أما الحديث أن هذا فقط سوناه للمسؤولين مو صحيح هاي شاعات محاولات عرقلت وصناعة اليسعد المواطن أهم شيء للمواطن لا نصنع اليسعد المواطن وهناك من نتكلم بكل وقاحة عن تغيير ديمغرافي ديمغرافي شنو خالي أرض لكل العراقيين ما ما اسموه لأي شخص عراقي أن يجي يتهم طرف على أساس طائفي عبرنا الطائفية العراقيين المعروف عليهم ليس طائفين هناك من يحاول مثل المجرم الزرقاوي جر عراقيين للحرب الطائفية ولم ينجح والآن نسمع أصوات شاذة تدعي أن هناك تغيير ديمغرافي هو فقط لابتزاز الشركات ابتزاز الشركات وابتزاز أصحاب المصالح أطلب من الشركات المستثمرة أي طرف يتعرض لابتزاز خلي قدم نبتزة إنحيل القضاء بس لازم يكون تواصل مباشر مع حضرتك موجود مكتبي موجود وأنا مستعد أفتح بابي لأي شخص هذه الناس دمرت الاستثمار هؤلاء الفاسدين المسنودين دمروا الاستثمار ونفسهم الآن يحترضون لأننا نجحنا بسحب أكثر من 2300 إجازة الاستثمار بالمرحلة الأولى من مشاريع وهمية ما أخذ إجازة قبل عشر سنين ما من في الطابقة واحدة نفس الأشخاص الآن يتكلمون عن هذا المشروع باتهامات طائفية لن نقبل هذا العراق غير طائفي العراقي غير طائفيين ومؤمنين بالمشروع الوطني أيضاً علنتم عن توزيع قطع أراضي للمواطنين طبعاً ها هم تخوفنا بصراحة يعني وهي اسم معنى سابقاً توزيع قطع أراضي للمواطنين أولاً ما أعلنتوا الآليات وشلون راح تكون الآليات واثنين خافهم تطلع بس أوراق بس سندات يعني بدون قاع على الأرض يعني الحمد لله وشكور أنا ما عندي حمل انتخابي حتى تقطع أوراق بدون قطعة أرض لا عندي حزيب ولا داخل الانتخابات بالفعل قبل أسبوع في مجلس الوزراء وضعنا خطة لتوزيع أكثر من خمسمائة ألف قطعة أرض لعموم عراقي المستهدفين عوالي الشهداء الشريحة الفقيرة موظفي الدول العراقي الصحفيين وكذلك الأجهزة الأمنية وقواتنا البطلة من جيشنا الكبير حج الشعبي جاز مكافر الهاب وكل الشرائح الآلية شنو راح نعلن في بداية الشهر تموز القادم خلال أسابيع قريبة عن موقع الإلكتروني وراح نحط الشرائح اللي حتى تستفاد من قطعة أراضي كل واحد يجمع نقاط يقدم يحصها على قطعة أرض بعضها تكون مخدومة بعضها غير مخدومة المخدومة شنو؟ يعني بها شوارع ومهجاري وكهرباء عن طريق الشركات بسيطة لحص القطعة أرض يشارك مع هذه الشركة في دعم مشروع المناطق المخدومة والبعض عندنا خطة لتوفير الخدمات بها أنا شخصياً وعد قدام المواطنين خلال أسابيع أو أيام القادمة سوف أذهب إلى الفريق العمل المسؤول عن توزيع الأراضي المسؤول عن تصميم موقع الإلكتروني لمتابعة وين مصنبي والسوف على الناس بكل شفافية إن شاء الله هذه التجربة تكون تخطف عن باقي التجارب لن نكذب على ناس شعبنا لن تكون صادقين وشفافين وياهم بأي مناطق هذه القطعة الأرض في عموم عراق في كل عراق قصة الانتخابات والأمن الانتخابي استعداداتكم لهذه القصة قصة الانتخابات والأمن الانتخابي وأيضاً لجنة الأمن الانتخابي هل ستمنع أكو قوى سياسية عدها سلاح وممكن عدها استعداد تستخدم هدكم استعداد كحكومة أو كل لجنة الأمن الانتخابي تمنعوهم من استخدام هذا السلاح ضد الناس أو في خلخلة الأمن الانتخابي كريم هناك من حاول كثير خلال هذه السنة جر الحكومة إلى صدامات الهدف منه تقريب الانتخابات أنا اختارت طريق الصبر لكي لا نعطي فرصة لأي طرف أن يخلق فرصة لفوضى مقام الانتخابات حكي لا تصل الانتخابات هناك اطراف متخوفة من الانتخابات ومن هذه اللحظة تحاول تشكك بأداء المفوضية وتحاول تشكك بأداء الحكومة وتحاول تشكك حتى بنتاج الانتخابات قبل حصول الانتخابات الأمن الانتخابي يتكون من كل أجهزة الأمنية ضفنانهم الجيش العراقي البطل وضفنانهم القضاء كذلك لكي يقوم بواجبة بحماية الانتخابات حماية مراكز الانتخابات وكذلك منع استخدام السلاح أو جماعة غير من ضبطة في ترويع أو تخفيف للناخبين بكل تأكيد سوف ننجح بكل تأكيد سوف نكون حاسمين في هذه المرحلة القادمة من انتخابات باقتلها تقريباً قريب أو أقل من أربعة شهر يجب أن نعمل بكل جد لحمايتها وبكل تأكيد سوف نعمل على توفير كل المستزمات اللجنة المسؤولة عن توفير الجانب الأمن الانتخابات أربعة شهر كافية لإجراء الانتخابات تشوفها كافية كافية أنا كنت أتمنى أن صنع الانتخابات في يوم ستة حزيران وأنا في تموز الماضي أعلنت أن الانتخابات الحكومة تريدها يوم ستة حزراء من عام 2021 ولكن مفوضية ارتعد أن الوقت قصيد غير كافي أن تكون الانتخابات في شهر أكتوبر من هذه السنة وكي أبعث رسالة البعض كان يقول ليس وزراء يبقى عام 2023 ويبقى بالسلطة فأنا أبعث رسالة جادة أنه الهدف من عندنا هو إيجاد انتخابات تعيد الثقة المواطن بكل النظام السياسي وطلب من أهلي العراقيين في كل مكان وطلب من مرجعي رشيدة وطلب من القوى السياسية والشعبية الجميع نعمل بسوية لتشجيع الناس المشاركة بالانتخابات في أن تكون هناك عرس انتخابي حقيقي إن شاء الله فعلا يكون عرس انتخابي وخالي من التزوير ليس مثل ما حصلت في انتخابات 2018 وتكونت مشرف على تقرير بهذا الخصوص أثبت التزوير تضمننا حاليا كرئيس الحكومة أنه على الأقل جزء من هذا التزوير إن شاء الله بيتكرر إن شاء الله بيسر التزوير وإن شاء الله لدينا ثقة بكل إجراءات الحكومة وإجراءات مفوضية وبالخصوص لا ننسى هناك مراقبين دوليين وسوف يكون هناك في نهاية تقييم دولي لانتخابات عراقية ستكون هناك تقرير هذا أتمنى الكل يعتقد لن نكسر هيبة عراق لن نكسر سمعة عراق خلنوص الانتخابات تساهم في إعادة عراق وإعادة عراق بالنظام السياسي في الملف الخارج دولة الرئيس هناك متغير مهم وهو الانتخابات الإيرانية فبدأ أن أسألك أولا طبيعة علاقتك مع الجمهورية الإسلامية وأيضا علاقتك مع الرئيس الإيران الجديد رئيسي أولا إيران دولة جارة مسلمة تربطنا بعلاقات تاريخية طويلة تربطنا حدود أكبر حدود عندنا مع إيران بكل تأكيد من مصرات عراق من مصرات الجمهورية أن نبحث عن المشتركات وعن مصالح مشتركة بكل تأكيد العراق وسياسة هذه الحكومة نحاول أن نبني علاقات جيدة مع الجميع نفكر كيف نستفاد من العلاقات لخدمة شعبنا اقتصاديا وتطوير قدراتنا إيران دولة جارة كما ذكرت عندنا مصاف مشتركة علاقاتنا مع الرئيس رئيسي جيدة جدا كان فيه بغضال منذ فترة وكان عندنا لقاء جيد وممتاز تبادلنا وجهة النظر في مستقبل هذه العلاقة وكانت عني مكان مهاتفية قبل يومين هنيتها على الفوز وأنا حريص على حماية هذه العلاقات والعمل على تطويرها بما يخدم مصالح بلدينا ويخدم مصالح عراقيين كذلك هل هناك زيارة قريبة إلى طهران بهذا الخصوص خصوص العلاقات بين البلدين وجه دعوة رئيس منتخب دعوة إلى زيارة طهران بكل تأكيد بعد تشكيل حكومة الإيرانية سوف نبحث عن فرصة والتوقيص صحيح لتلبية هذه الدعوة أيضا هناك دور كبير لحضرتك في ملف العلاقات الخارجية كما ذكرت قبل قليل حضرتك قلت أنه كانت العراق وصل إلى أشبه بالدولة المارقة الآن الحمد لله بدأ وضع يستقر يتهم بالدولة المارقة أي وضع يستقر هل هذا الاستقرار الخارجي في العلاقات والتوازن إيران أمريكا السعودية الأردن كذا تركيا سبب لك مشاكل داخلية بالعكس هناك من لم يتمنى أن يقوم الكاظمي بهذه النجاحات في مخص علاقات مع دول الجوار ودول العالم لكن هذه ليس به العكاسات الشخصية هذه خدمة للعراق العراق حتى يستعيد دوره التاريخي ودوره في استقرار المنطقة المطلوب أن نعمل على بناء وتحسين علاقاتنا مع الجميع ولهذا شفنا خلال ذاتنا المملكة العربية السعودية السعودية أعلنت عن صندوق لدعم الاستثمار في العراق وهذا صندوق يشمل مستثمرين العراقيين ثلاث مليار دولار وكذلك في دولة الإمارات وكذلك مع تركيا ودول أخرى العراق يبحث عن دور في المنطقة للمساهمة في استقرار المنطقة ويبحث عن دور لنتحول العراق إلى نقطة الالتقاء لكي نعكس هذا على الوضع الاقتصادي الداخل العراقي والوضع الاجتماعي وتصحيح كثير من مشاكل العراق يحتاج إلى دول العالم وكذلك دول العالم تحتاج إلى العراق والحال ينطبق على الدول الجوار والدول الأقليمية دولة الرئيس مع ختام اللقاء عندي كم دقيقة كم سؤال سريعات لو سمحت لي يعني أكو نوع من النقد البرلماني اللي حضرتك حول موضوعة تحويل الميزانية إلى كردستان بعض النوابية تحدثون عن 200 مليار شهريا أمرت حضرتك أو وزارة المالية أمرت بتحويلها بيئة الرجع إلى أقليم كردستان دون أن يقدم الأقليم أي مبالغ مالية مقابلة كما نص قانون الموازنة أولا الشعب الكرد هو شعبنا نعم نحن ما دفعنا موازنة الأقليم دفعنا سلفة لغرض تسديد رواتب موظفي الأقليم من غير معقول موظفي الأقليم يكونون بدون رواتب مع كل هذا هذه ليس موازنة هذه سلفة تستقطع عن طريق عملية حسابات بعد ما يقوم ديوان الرقابة وكذلك ديوان الرقابة في الأقليم وديوان الرقابة الاتحادية بجرد الحسابات وصير مقاصة الحديث عن دفع موازنة وعن الملتزام صحيح هذه محاولة سياسية لأغراض انتخابية لتهيج أواطف المواطنين أقول للمواطنين هذه ليس موازنة الأقليم وإنما دفع رواتب عن طريق سلفة تقدم للأقليم ومن ثم يتم قطحها من الحسابات خلال العملية الحسابية الختامية نهاية السنة هل هناك أحزاب تدعمها حضرتك بالسر للمشاركة في الانتخابات؟ لا أفرق بين حزب وحزب أشيد بالدور التاريخي للقوى الوطنية العراقية والإسلامية في مقاراة النظام صدام عسين أشيد بتاريخها وكذلك أشيد بالقوى الشعبية التي تبحث عن مستقبل أفضل العراق فلهذا أنا أدعم الجميع بالتساوي ما أفرق بين الطرف على حساب الطرف خلي أعيد لك السؤال هل شكلت أحزاب خاصة بحضرتك تدعمها خلف الكواليس؟ أنا لا أؤمن بالغرف المظلمة العالم تغيرت تكنولوجيا غيرت كل طبايع البشر غيرت كل قيم البشر الغرف المظلمة ولت راح وقتها لا أسس حزب ما عندي حزب كل أحزاب العراقية أعتبرها حزبي كل قوى الشعبية أعتبرها قوى أنا جزء منعتها يجب أن نبحث عن جسر أنه رئيس وزراء والحكومة تكون خيمة للجميع لجميع العراقين لجميع القوى الوطنية السياسية العراقية لجميع الأحزاب فبكل تأكيد أنا أدعم الجميع من أقرب شخص لك من السياسيين تتداول مع الجميع؟ ما عندك صديق بيهم؟ الجميع أصدقاء الجميع جيدين أقولها بكل صراحة حتى بعض الذين يحاولون لنغصون العراقات من بعض القوى السياسية وبعض الزعماء السياسيين هو الهداف شخصية انتخابية أنا مؤمن بسياسة حسن النية اتجاه الجميع وفاتحي للجميع حتى مع أعدائي أتعامل بحسن النية عفت الصحافة؟ هذا حقيقة جرح كبير زعلان وحقيقة مشتاق أرجع أكتب ولكن مشاكل السياسة مشاكل تحديات البلد قد تمنعني في هذا الظرف ومشروع الذاكرة العراقية بكل تأكد هذا الحلم ماتي مستمر بي ولحدها اللحظة أنا أشتغل بهدوء في موضوع الذاكرة الهدف من الذاكرة هي صناعة هوية وطنية عراقية وليس هوية طائفية أنا أشكرك جزيلا شكروت تقدير على وقتك وعلى صراحتك دولة الرئيس مصطفى الكاظم ومتن منك كثيرا على ما تحته لنعم الفرصة شكرا شكرا جزيلا وشكرا للمشاهدين الكرام الذين تابعونا في هذه المقابلة الخاصة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة